السلام عليكم البنات كيديا رينش كتعودو صحيحة لباس كنتمنى تكون مزيانة الامر ديلكم تكون مزيانة اليوم البنات جبت لكم احد الوصفة للصراحة من ارواع الوصفات لتطويل الشعر وعلاج تساقط الشعر هاد الوصفة هادي يعني كتعالج جميع مشاكل الشعر إلا كانت فيك القشرة إلا كانت الشعر ديالك يطيح ما كيطوالش ديري اختي هاد الوصفة هادي غادي تعجبك بزاف وكتعطي احد النتيجة في اسرع وقت دابل دنات تبقوا معي نشوفوا المكونات وتبعوا معي الفيديو احتى الاخير غادي يحتاجوا اول مكون هو اوراق الريحان كيف ما كتشوفوا هدا هو الشكل ديالو ديال اوراق الريحان قبل ما نطحنهم انا يعني ديجا طحنتهم غي باش نوريكم يعني الشكل ديالو هدا هم اوراق الريحان اللي الصراحة اللي عرفتي اختي الفوائد ديالو ما غديش تخطيه من الشعر ديالك كيطوال شعر كيقوال لنا الشعر عندو بزاف الفوائد غادي يحتاجوا واحد البصلة هاكت من صغيرة بهذا الحجم هادا عندي هنا جوش وصوص ديال التوم يعني البصلة ما عدتو ممعروفة كتحارب بتساقط الشعر وكتطوال لنا الشعر غادي يحتاجوا زيت الخروع وغادي يحتاجوا الاوراق السدر الغنية عن التاريه في تطويل الشعر في تقوية الشعر كييرطب الشعر كيحيد لنا القشرة والحكة من الشعر ديالنا يعني بزاف ديال الفوائد كذلك في اوراق السدر اللي يزوين بزاف تهوى وغادي يحتاجوا الزيت ديال الزيتون البنات زيت الزيتون ضروري يعني من قبل قبل ما تستعملوا في شعر ديالكم قو حالا كتصخنوا باش كتحيدوا ديال ملحة بالشعر ديالكم كيستافد من الوصفات انتوما البنات انا ضيجة انا دقييت هدوك اوراق السدل مع اوراق الريحان وطحنتهم انا غاوريتكم يعني الشكل ديالهم كان بزاف اللي مكعرفوش اوراق الريحان يعني وريتكم اختي الشكل ديالهم ده با اول حاجة شنو غادي ندير غادي ناخد هاد البصلة هادي والثومة غادي نحيد لهم القشرة ونقطعهم الى قطاع غادي نقطعهم في كاثرونها ثم غادي تشوفوا معايا وبالنسبة الكمية يعني ديال اوراق الريحان واوراق السدر على حسب شعر ديالك تدير الكمية يعني ما نقولك شو حد الكمية معينة اللي بغيتي بغيتي على حسب شعر ديالك اختي من بعد ما قطعت البصلة لديك البصلة ديالنا قطوها بهذا الشكل هذا كيفما كتشوفين هايا هاد الوصفة هاد الوصفة هاد الوصفة كنا ما قدرت البنهات من بعد ما عند المغل 시청تي لديك المكونات البصلة ما مع الثومة اطفيت عليها النار كيفما كتشوفو واللون ديال داك المأك يتغير نا قادي نحتاج وغير الماء فقط لدي البصلة وникال الثومة دبا قا 1080.odo هاد الوصفة هاد الوصفة بدق الصفة بشحر بساعة ادفالي يدك المادية البصلودية للتومة غادي نصفغ الماء فقط احنا غادي نحتاج غي هاد الماء هاد السحري لك يعني كيعالج تساقط الشعر بصيفة نهائية كيقوي لنا الشعر كرجع لنا الشعر في واحد الكتافة غادي نزيدول هاد المكونات هادو اللي غادي نسرعوا الناتجة فتقوية الشعر وتطويل الشعر دابال بنات غادي نضيف هاد اوراق السدر وهاد اوراق الريحان غادي نضيف لهم زيت الخروع هكا وحد جوج معالق زيت الخروع الرائع في انبات الشعر تطويل الشعر تقوية الشعر هاد الزيت اللي بناتس مخصصوش يخطاكم يعني ضروري يكون عندكم في المنزل ديالكم غادي نضيف وحد جوج معالق ديال زيت الزيتون غادي نبدأ نحرك ذاك زيت زيتون وزيت الخروع مع اوراق السدر واوراق الريحان كنحاول اندخل ذاك الزيت فتوك المكونات هاد الوصفة هادي هاد الوصفة هادي كنتمنى تجربوا هاد الوصفة هادي وضعوا هاد الوصفة هادي من بعد ما دخلت هادي هادي الخروع وزيت الزيتون هادي وزيت زيت 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 زي يجب أن تستعملوا الشعر يجب أن تملقوا الفراغات يجب أن يجب أن تساقط الشعر يجب أن يملأ الفراغات يجب أن ينبت لنا الشعر نقوم بحلقة البنات نخلط مزيان المكونات مع الماء البصلة والثومة نستمر هذا حتى نحصل إلى واحد القوام التي سترى معي وكل بنت تدري وصفة وكذلك ترتاح لها وكذلك تشوفها لايقة بها غير البنات لا تخلطوا الوصفات تبعتي واحد الوصفة تصبر إليها واحد الشعر ستشوف إلاجتها بلا تتعطي الناتجة ستستمر عليها وكذلك ستبدلها لا تبقى تخلطوا الوصفات وكذلك تخسر الشعر يعني وصفة درتها ستبقى تتبعيها في الشعر وكذلك أختيتك الماء البصلة فالوصفة هذه مثلا فالبنات هذا هو القيوة التي حصل عليه من بعد ما خلطتك المكونات كيف ما كنتشوفو بهد الشكل هادا بالنسبة للطريقة كتديروها البنات للشعر ديالكم خصلة بخصلة كتبقوا تقسمو هكذا الشعر ديالكم وكتدروه كتبقوا هد الخلطة هادي وكتبقوا الفلاصة اللي مثلا عندكم فيها الشعر خاوي كتدروه واحد المصاج بهد الشعر بحل كتبقوا تديروا مصاج في ديك في ديك الفلاصة السافي وكتملقوا الشعر ديالكم كامل بهد تبقى بها من 6 ثوائع على فوق انا كان بات بها بغيت اختي تباتي بها ما بغيتش خليه من 6 ثوائع 8 ثوائع بيمن الاحسن تباتي بها في ديك الساعة من بعد كتغسل الشعر ديالك غيب الماء فقط ما كتغسلش اختيب الشامبوان الى بغيت النتيجة داغي وكيبقى لك الاختيار موما انا قلت لك ربعات ديال المرات ما غادش تغسلي شعرك مثلا هاك قدرتيها هاد الاسبوع وحاصل شعرك غيب الماء فقط واسبوع الماجي كالك ربعات ديال المرات محتى هاك كتغسلشعرك غيب الماء اصلا اوراق الصيدر رابحة الشامبوان وهاد المكونات رهو مزوين الشعر هاد الوصفة هذه يعني كتتتعالج جميع المشاكل كتتطول لنا الشعر لبنات اللي ما تولهم الشعر كتتعالج تساقط الشعر لبنات اللي كيطح لهم الشعر كتتحيد القشرة كتتحيد الحكا هذه الوصفة فيها جميع المشاكل رائعة بزاف روعة كنتمنع تديروا هذه الوصفة من اول استعمال سترى الشعر ديالك يقلد تساقط دياله ومن رابع استعمال سترى الشعر ديالك يطوال هذه لما قتلت الشعر يعني 4 مرات بالشامبوان اما الا دومتي عليها شعر كيفش يولي تبارك الله طويل و قوي تبعوا هذه الوصفة يرهزوين بزاف البنات كنت نصحكم بها البنات اللي ما كيتوليهم الشعر وليكي تحديهم الشعر بزاف ديروا هاد الوصفة هذي قدي سبهاركم بالنتيجة وما غادش يعني ديما تستعملوها وخد ديروا وصفة يعني تجربوا وصفة وقراء تقعوا ترجعوا لهاد الوصفة هذي وكان دول فيديو ديالي وما البنات كانتمنى هنا الاعجاب ديالكم وكانتمنى تجربوا هاد الوصفة هذي وتلقوا النتيجة اللي غاد يتعجبكم كان نصحكم تجربوها متنسوش البنات جداد الا زرتوا القناة تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا باي جديد وخلوا ليالي كومنتر ديالكم متنسونيش باللايك ديالكم ليلايك البنات شجعوني بليلايك وتصلوا في رأسكم بزاف الى فيديو اخر ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة 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 شكرا